سيد جبارين أجد الترحيب بحضرتك يقال إسرائيلياً أن هذا الملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بات واحداً من بين أكبر الأعباء الملقاة على عاتقي بن يمين نتنياهو بصورة شخصية ما الذي يمثله هذا من ضغط على نتنياهو وعلى مجلس الحرب؟ نعم، انت حياتي مساء الخائز بدون أن أشكل هذا الملف منذ اليوم الأول أولى نتنياهو أن يحجمه وأن يكون هو المسيطر عليه بكل رد واحد ولكن نفهم ذلك بشكل أعمق الوافد الإسرائيلي، الوافد المطورات الإسرائيلي مكون من أربعة أصحاص يعقص برأسه هو رئيس المساعد الحالي يليه رئيس المساعد الصابق وساحي هنجبي رئيس المجلس الأمن القومي هو مجلس الأمن القومي فبالتالي الأربع شخصيات هذه هي تعيين شخصي لبني من نتنياهو يعني هي شخصيات لنقربة من بني من نتنياهو فلك أن تتخيل أن الوافد الذي يمثل إسرائيل هو عمليا يمثل بكل معنى الكريمة فما هي المعبضة الموجودة بني من نتنياهو لماذا كل هذا الطلاقل ولماذا بني من نتنياهو وليه معنى أصلاً بشكل أعمى يجب أن نقول لأن هناك هدية الحل الأول هو التحذير الهدية السعرية هذا الحل الذي يعد مطيه بني من نتنياهو منذ اليوم على فرض أن الجيش استطاع أن يقدم هذه الهدية وصورة نتنياهو يريدها هذا الصلاة الذي يطح نفسه إذا تمت هذه العملية على سبيل أن على فرض أن هذلك معلومات حقيقية حول عدم الإسرائيل سوف تنتهي الحرب لن يكون هذلك أي ذرائع لإسرائيل لكي تبرر تواجدها في ذات الأنفطة عاد عن مبغلات الأمنة وما إلى ذلك لكن الحرب فعليا أو المعركة فعليا ومعركة بين يمين نتنياهو في داخل الشياة الإسرائيلية وفي داخل السياسة الإسرائيلية ومن هذا المضمع لكن انتحقق ذلك سيد جبارين انتحقق ذلك يمكن أن يقدم نفسه باعتباره قد أتى بما لم يستطعه الأوائل يعني جلعات شليط مفاوضاته امتدت لخمس سنوات أن يدخل هو ويدمر قطاع غزة بالكامل ثم يأتي بالمحتجزين هذا ربما يضمن له استمرارية حتى في الحكم مع كل المشكلات الداخلية صحيح صحيح لكن يبدو هنا المعضلة ثانية الجيش لو كانت الجيش يستطيع على ما يبدو أن الجيش لا يريد تحديدا من هذا السبب لذلك من هذه النقطة نضعها جانبا النقطة ثانية التي تبقى له هي إشكالية المفاوضات ومن هذا المنطلق هو يعلم جيدا أن أي تهدن وهذه اللاسكية في المشهد الإسرائي وأي عدوان لها على غزة أية هدنة تبدأ بعملية انخراجة وفتحة التي تتخطاها ويليها الكثير من الهدن الأخرى وكثير من الاتفاقية هذا ما يخشاه بين يمين لدنيا وأن هذه هدنة المؤقتة لخلصة أيام ستة أيام أو مهما كانت تكون هدنة أكبر من ثالث وإذا كان هذا أو هو ما يخشاه بشكل قضاء أن في اليوم الأول لهذه بدون العلاقة إذا طالت أو لم تطل الشارع الإسرائيلي سوف يفتح جميعا الإسرائيلية سوف تفتح جميعا الإسرائيلية وما تقوم به بالمناسبة يعني في هذه الأيام فقط يوم أمس رحيطة كالكاليس الإكتصابية كانت ألتقى ستة عشر مطالة يعني عدد يوم الأحد ستة عشر مطالة لماذا يتوجب على بينا أن يختقين وبالمقابل الذي كان قبل اليوم صدر صادقي بطمار الصحر بأنه لا يتناول السياسة وإعلامه فقط الذي يتناوله في منذ بلايس هذا الأسبوع وهو يخوض حرضا ضد الشخص الذي يقف على رئاسة منتدى الأرصى ويحاول التشكيق بمهنيته يحاول أن يدخل من شأنه في داخل الشارع اليمين الإسرائيلي يعني السياسة صادقي وفي الثاني واضح جدا أن كل هذه الأمور نحاول أن يغبطها بالجميع سيد جابرين لو أردنا أن نفهم الصورة الصورة من الداخل ما الذي يسيطر على المجتمع الإسرائيلي بصورة عامة أنا لا أتحدث عن بعض التفريعات النوعية ذوي الأسرة والمحتجزين قد تكون أولوياتهم الإفراج عن ذويهم هذا قد يبدو مفهوما بعض الجمعيات الناشطة في هذا المجال قد يكون مفهوما أن هذا يشكل أولوياتهم لكن ماذا عن البيئة الإسرائيلية المجتمع الإسرائيلي العرقي أم عودة أكبر قدر ممكن من المحتجزين ضمن أي صيغة هي التي ستشكل نصرا أو ربما أملا أكبر للمجتمع الإسرائيلي جميل كناية المقاطر الإسرائيلي مقاطر ما بين هذين الأمرين إذا فهم ذلك أكبر وليس بضوء انتصار المتعادل ولكن هناك هذين المعافكرين ولكننا فهم ذلك بشكل أسرائيلي اليوم كان في داخل الكنيسة الإسرائيلي نقاشا أو لا قانون الإعدام يعني لكل من مستدر عمليات الفلسطينيين الآن هناك إشكالية لذوي الأسر إذا سؤتم من هذا القانون بلتالي من يخصون على حيات ذويهم من الأسر في داخل القطاع يعني حتى بالنسبة لهم ملاقشة هذا الأمر حاليا مثلها هو سيء للغاية سياسية ودبلوماسية ولكن هذا فعلهم على سبيل المثال عضو الكنيسة البعو تحصب على بينزير فعلهم بحاطة واحد يعني لا يوجد لديكم ملكية على الألم يعني هو يحاول أن يزاود على ألم ذوي الأسر نحن أمني تذلك يوجد الذي هي يعني أصدقائهم هناك من المختلفين وبالتالي يعني أنا أرى أنه حتى توجد تضرور يجري بها تضرور يعني هو يتحاول أن يزاود عليهم وعلى مشاهد لهذه الأوضاع وطرة يعني الاحتجام بين المعسكرين حتى مجرد المناقش يعني هناك من يون حتى من داخل الإتلاف المجرد المناقش هي خطوة بيبلوماسية سيئة في حق ومتالي واضح جدا إن شاء الإسرائيل ينطع ويحاول أن يؤيد شعبية ذوي الأسر أكثر فأسر ويؤيد أي طرار يذهب لكن هناك مجموعة لا بعض لكن أفهم ذلك بشكل أكبر الاستفاعات القناة 12 طبق قبل 44% يجدون إعادة الإسفاعات في داخل القطاع يعني ربما ولا يجب أننا أن هناك طواقب أي نعم أكثر من 60% يريدون إنهاء هذه الحارة ولكن كيف يريد إنهاء هناك القسم لا بأس يرى أنهم أنجزوا وأنجزوهم في داخل شمال الإسفاعات وبالتالي يتوجب عليهم عدد لا يوجد هناك حتى أصل تناقض ما بين المعاصرين أو على الأصل في شريحة معينة لا يوجد هناك تناقض ما بين استوجاب رقاف الحرب وإعادة الأسرى ومبغينا همية إعادة الإسفاعات هناك تآكل ما بين هذين المعاصرين في شريحة لا بأس بما كان الخطاب المتبنى في هذه النقطة من جانب الفصائل الفلسطينية كان يقول وبشكل واضح لذوي الأسرى للمجتمع من يعطل أي عملية إعادة لقطاع ولو كان محدودا يمثل النساء والأطفال من المحتجزين هو حكومة بن يمين يتنياهو ربما يكون نتنياهو بصورة شخصية الرجل في ظهوره الأخير كان قلقا للغاية وقال بصورة واضحة إنهم يريدون شق الصف وإحداث التفرقة بيننا هل بالفعل هذا الخطاب الفلسطيني أحدث قدرا ما من لن أقول الوقيع لكن على الأقل الإحداث الهوى بين المجتمع وبين حكومة نتنياهو يعني أظن أن أحد الأمور المغايرة في هذه المعاركة تحديدا هو أن الفصائل الفلسطينية على مختلف مستويات تتحاضر إعلاميا بهذه المعاركة المعاركة الإعلامية والنفسية بداخل الجو الإسرائيلي ربما يعود هذلك كذلك إلى نوع من الأول السيارتي الذي كان علم المجتمع الإسرائيلي نعم أنه في الأول بعد 7 أكتوبر كان هناك نوع من الألف والألف والألف الشهر وهي أطبعية بكل معنى الكلمة بعد يعني 7 أكتوبر ولكن الأمر هو بأنها هي بسرعة قمارة لم تتحدى التحديات الحق فيها في داخل الشهر الإسرائيلي وأنا أتكاضي تحديدا أن فرصة أتكفاض أن تتلعب بهذا المعارك وأن تدخل إلى داخل الحرب النفسية عندما يقول أن هناك حرب النفسية هي هذه الكلمات هي حق الخير وطلق الشهر الإسرائيلي على عكس ذلك أكثر من ذلك أكثر الإسرائيلي الذي طالما كان نقض على الأقل في الأشابيع الأولى يعني يتمرد عليه ويبدأ بفضل وطبية وغيرتما لديها مقال تسجم شئات معينة